أهلا بكم في قناة قصص تاريخية عنترة بن شداد فارس عربي يعد من أشهر شعراء فترة ما قبل الإسلام اشتهر بشعر الفروسية وبغزله العفيف مع معشوقته عبلة اسمه الكامل هو عنترة بن شداد بن قراد العبسي ولد عنترة في الجزيرة العربية في الربع الأول من القرن السادس الميلادي في سنة 525 تقريبا كانت أمه أميرة حبشية يقال لها زبيبة أسرت في هجمة على قافلتها وأعجب بها شداد فأنجب منها عنترة وأخويه جرير وشايبوب لذلك كان عنترة عبدا لأن العربة كانت لا تعترف ببني الإماء إلا إذا امتازوا على أكفائهم ببطولة ذاق عنترة مرارة الحرمان والمهانة لأن أباه لم يلحقه بنسبه وكان يعاقبه أشد العقاب على ما يقترفه من أخطاء كانت سمية زوجة أبيه تكيد له المكائدة حتى أنها قالت لأبيه إن عنترة يراودني عن نفسي فغضب أبوه غضبا شديدا وضربه ضربا مبرحا ولكن سمية أدركته في النهاية وارتمت عليه باكية لتمنع ضربات أبيه فحن أبوه وتركه أغارت قبيلة عبس على قبيلة طيء وجمعت الغنائم بمساعدة عنتر وعند تقسيم الغنائم أعطوا عنتر نصيب العبد وهو النصف فرفض أرادت قبيلة طيء الثأر فهجمت على قبيلة عبس واشترك عنترة مدافعا عن قبيلته لا مهاجما فاشتد الخطب على قبيلة عبس حتى كادت أن تسلب خيراتها حينئذ صاح شداد لعنترة قائلا كر يا عنتر فأجابه عنترة لا يحسن العبد الكرة اضطر أبوه أن يمنحه اعتباره قائلا كر وأنت حر فانطلق عنترة وراح يهاجم وكان النصر لبني عبس فاحتفلت القبيلة بعنتر وكرمته أحب عنترة ابنة عمه عبلة بنت مالك حبا عظيما وكانت من أجمل نساء قومها وتقدم عنترة إلى عمه مالك ليخطبها ولكنه رفض أن يزوج ابنته من رجل أسود ويقال إنه طلب منه مهرا تعجيزيا وهو ألف ناقة من نوق النعمان المعروفة بالعصافير إلا أن عنترة خرج في طلب عصافير النعمان ولقي في سبيلها أهوالا كثيرة حتى جمعها وعاد إلى قبيلته ومعه مهر عبلة لكن عمه عاد يماطله وفكر أن يتخلص منه فعرض ابنته على فرسان القبائل على أن يكون المهر رأس عنتر لم تذكر المصادر نهاية واضحة لقصة حب عنتر وعبلة فبعض الباحثين يعتقد أن عنترة فاز بعبلة وتزوجها والبعض الآخر يذكر أنه لم يتزوجها وإنما ظفر بها فارس آخر من فرسان العربي ذكر في نهاية عنتر روايات مختلفة لكن الرواية المرجحة أنه قتل أثناء غارة على قبيلة طيئ إن أعجبك الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر